تتواصل انتهاكات ميليشيا الحوث والمخلوع على أبناء محافظة تعز للعام الثالث على التوالي وقد رصد أتلاف لغثة الإنسانية إجمالية لانتهاكات التي شهدتها المحافظة خلال وصص الماضي وما لا تجعلها من تدهور في الوضع الإنساني ورصدها التقرير على النحو التالي افتقاد 73 أسرة لعائلها افتقاد أسر أخرى لأربعة أطفال وسبع نساء وسبعة وعشرين شابا تعرض 22 طفلا وعشر نساء ومئة وخمس شابا للإصابة تعرض 204 أشخاص يعون أسرهم للإصابة رصد 438 يتيما فقدوا آباءهم خلال وصص الماضي تعرض 1224 فردا إلى توقف من كان يعونهم جراء الإصابات التي تعرض لها بنيران الأسلحة ويحتاج أولئك إلى الرعاية وتقديم المساعدات اللازمة لهم تعرض 255 أسرة للنزوح والتهجير القسري من منازلها في مناطق الأكبوش والأحكوم بمدرية حيفان والحود بمدرية الصلوء وبلاد الوافي في جبل حبشي ومناطق حذران والتعزية والشقب بصبر تعرض 38 منزلا ومنشأة ومركبة ومتلكات خاصة وعامة للتضرر الجزئي والكلي والإثلاف 8000 حالة اشتباه بوباء الكوليرا في ظل تدهور الوضع الصحي للمحافظة وفات سبعة أشخاص بوباء الكوليرا نهب ومصادرة مرتبات ما يزيد عن 67 ألف من موظفي القطاع الحكومي المدني للشهر 11 على التوالي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة